السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نبدأ كلامنا ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النهاردة هنعمل طورتة بسيطة جداً هنعملها باللسبونج هتكون سهلة هتطلع هشة جداً 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 أحلى من بتاعة المحلات الزواء بتاعها التزيين هيكون بالشوكولاتة نيوتلا حاجة بسيطة كده وان شاء الله تطلع المنظر النهائي بتاعها جميل وهيعجبكم زي ما هو عجبنا بالصراحة في الطعم والشكل فأتمنى لو انت أول مرة تشوفني اشتركوا فاعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بمجرد ما أنا بنزله همشي معيكم في الخطوات واحدة واحدة فالبداية كده هود هنعمل الكيك الكيك دود هعملها سبانش فاناليا أنا جايبة نصف كيلو لو عايزين تحملوها بنفس الطريقة وتطلع بنفس الهشاشة ونفس الطعم ونفس كل حاجة بس بدقيق عادي هتلاقوني بنزله لكم الوصفة تحت الفيديو فاستهمل تحت الفيديو اضغطوا عليه هيطلع لكم تورتوتين كده زي الأمر أنا عملاهم بالدقيق العادي وطلعوا نفس النتيجة بالزبط حطيت على النص كيلو سبونش ست بيضات واختياري بقى تحطي الفاناليا مش عايزة بروح تكن حطيت هنا ثلاث باكت من الفاناليا كل باكت اتنين جرام كده عشان يضيع الزفارة بتاعت البيت هي حلاوة دي اللي سبونش ان انت مش بتحطي إضافات كتيرة يعني كم مكون كده وخلاص حطيت عليهم نص كبية مية آخر حاجة ان انا هضيفها معلقة كبيرة من الجيلاتين معلقة هي مليانة من الجيلاتين بس كده دي الإضافات اللي انا هحطها على نص كيلو طبعا لو عايزة تزاودي الكمية بتزاودي نفس الإضافات يعني بتزاودي في كل حاجة هبتدي بقى ان انا أضربهم على سرعة عالية لحد ما يتخلطوا كويس جدا والفوليوم بتاعهم هي على كده ونشوف القوام بتاعهم عامل ازاي من أول ما نبتدي نشتغل أو نحضر المكونات نكون مشغلين الفرن لأن الكيكات احنا عارفين ان هي بتحب أو يعني الفرن يكون مسبق التسخين بدأ المكونات ان هي تختلط مع بعضيها هي هيبتدي مع سرعة الضرب ان الفوليوم يكبر هي بتتضرب حوالي من خمس دقيق لسبع دقيق على سرعة عالية هيطلع معانا القوام كريمي وهو جميل جدا اهو شايفينه عامل ازاي انا ما سرعتش الفيديو هنا خليته برضو على السرعة العادية عشان تشوفوا معي الخطوات واحدة واحدة ده الفوليوم بتاعه او القوام بتاعه ضربتين ثلاثة كده شايفين بقى القوام بتاعه لما انا هشيل السلاح خلاص كده اتخلط كله عشان اتأكد ان ما فيش اي تكتلات من تحت او كله يتضرب مع بعضه وما لاقيش صفار من تحت او الاقي بودرة او الكلام ده كله بسباتيولا كده او باي معلاقة عندك تكون طويلة يعني هاتي من تحت الفوق اللي بيهم كويس واضرب بيهم ضربتين ثلاثة احنا كده خلاص عدينا الخمس دقايق او السبع دقايق نبتدي بقى ايه ان احنا نشيل الخليط دوت عشان نبطن السنية بتاعتنا السنية اللي انا هستخدمها تلاتين فاربعين هبتدي ان انا ابطنها بورق الزبدة ما عندكيش ورق الزبدة انا عاملة بورق اللي هو بيطبعه عليه مش هارفة اسمه ايه بصراحة انا نسيته ورق البرينتر افتكرت ورق البرينتر انا جايبة منه كتير فهو ده بصراحة بيبقى حلو جدا واحسن من ورق الزبدة وبيستحمل كمان فانا بطنطه من تحت ومن الجوانب برضو وبدأت ان انا احط الخليط والكاميرا زبطيتني بصراحة ووقفت معي وانا مكنتش واخدى بقى في اللحظة دي بقى انا سويت السطح بتاعي زي ما انتوا شايفين كده وهبتدي ان انا ادخل سوي كويس بقى وبراحتك محدش بيجري وراكي لان الكيك دوت سميك مش من النوع اللي هو سيل بمجرد ما تخبطي عليه كده هيتساوي مع بعضه لأ انت ساوي براحتك دخلت الفرن قعدت حوالي 40 دقيقة كده وقال ولما طلعت طلعت بالمنظر ده بصه هشاشة فظيعة جدا اول ما تطلع على طول بتغطيها بفوتة ما تعوديش بقى تتفرج عليها والكلام ده كله لأغطيها بفوتة سبتها لتاني يوم عشان اقدر ان انا اقسمها لان هي هشة جدا ده الوش بتاعها انا مش هشيله دلوقتي كده كده هو هيتشال بس يعني اقسمها لأول بالمنصر دوت وبعد كده بقى شيله اقسمت المنصر معي وكله طبقة بادقت ان انا ابعدها عن التانية المنصر ده بيستهل علينا كتير جدا فلو مش عندك يعني هيتي هينفعك الكيكة طلعت لي حوالي 3 طبقات طبعا لو الصينية اقل من كده كانت هتطلع لي اكتر التعريجة اللي انتوا شايفينها من فوق دي على السطح ده بسبب ان انا ما عملتش الورق كويس الورق البرينتر يعني ما لزقتهوش كويس مع بعضه فالسطح بتاعي طلع ان هو حتة عليه عن حتة المهم ان هي طلعت لي 3 طبقات زي ما انتوا شايفين كده نبتدي بقى نسيب الكيكة على جنب ونعمل الكريم شانتي انا عامليه في فيديو منفصل بطريقة حلوة جدا لو انتوا عايزين تشوفوه باستفادة برضو هنزلكم اللينك من تحت هنا بقى الطريقة سريعا كده هحط في العجن نص كوباية سكر عليهم كوباية مياه طبعا لو هتزودي المقادير يبقى هتزودي الكمية اللي انا بقول عليها عشان اضمن ان السكر لان السكر ده واضحه بيبات عادية مش بودرة عشان اضمن ان السكر ده فهضربه الاول او هخلطه الاول بالمياه المياه دي متلجة عشان تديك نتيجة كويسة وبعد كده هحط عليهم كوباية من الكريم شانتي اضافات بقى لو انت عايزة تضيفيها براحتك عايزة تضيفي كريم بات سري عايزة تضيفي اي اضافة انت حبيها عشان تخلي الكريمة بتاعتك تبقى غنية اضيفيها الاول هتبقى على سرعة هاجي عشان ما افرش الدنيا والكريم يعني يطلع برا المكان وكده برا العجان وبعد كده لما يختلط هقوم عاملة على سرعة عالية اضربي بقى براحتك لغاية ما تلاقي العجان كله بقى كريمة يعني تقليل ما بتقعد ثلاث دقايق او دقاتين على سرعة عالية هتلاقي الكريمة بتاعتك قطرت الكمية كلها وتمسكت جدا اهو زي ما انتو شايفين كده درجة ان انا لو قلبت العجان كله هي مش هتقعها هي مسكة نفسها فدي الطريقة الصح وانا عاملها لكم في فيديو منفاصل لو عايزين تتفرجوا عليها زي برضو ما الكاميرا عملت معي المرة اللي فاتت عملتها معي دلوقتي في اول طبقة اول طبقة انا حطيت عليها الكريمة الكريم شانتي وبدأت ان انا حط عليها صص شوكولاتة كده وعملت لها تشبيحة عشان يبقى الطعم كله متساوي انا مساقيتش الكيك لان الكيك بتاعي هش جدا 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 مش مستاهل او مش مستحمل حتى زي ما انتو شايفينه او انا مسكيها مش مستحمل ان انا مسكها وبعد كده حط عليها الطبقة التانية الطبقة التانية حتى لو اتحطت معيكي بالطريقة اللي انا عملها دي واتقطعت اعمليها على شكل الخرايط كده ودريها في المحلات بيعملوها بالمنظر ده متفكريش ان هما بيحطوا هالك طبقة كاملة خلاص انا سويت الكيك بتاعي كله مليت الفراغات كلها كده انا زي ما قلت لكم ولا هسقيها ولا اي حاجة خالص مجرد ان انا هحط عليها الكريم شانتي هي اصلا مش مستحملة زي ما انتو شايفين هشاشة فظيعة جدا فيها هبتدي بقى حط طبقة كويسة من الكريم شانتي وسويها بقى سوي السطح بتاعي كل لو عايزة تضيفي اي فليفر مختلف في كل طبقة يعني انا الطبقة الاولانية حطيت فيها ساس شوكولاتة ممكن تحطي كمان معاها مكسرات ممكن تحطي في الطبقة دي اي ساس تاني اي مكسرات اي حاجة يعني ديفي اللي متاح معاكي او اللي انت حباه ان انت تكليل خلاص كده انا هسوي السطح بتاعي كويس جدا وبردو هنزل عليها بعد ما خلص ما تقيقش خالص من الحواف بتاعتنا دي كل ده هيتشيل في النهاية كده هنسوي الحاجات الجميلة بتاعتنا دي هحط عليها ساس شوكولاتة وعملها تشبيحة برضو بالسباتيولة كده عشان الطعم كله يبقى زي بعضه هحط عليها اخر طبقة اللي هي كانت من تحت هنا بقى هشيل الورق بتاعي البرينتر بتشيل معايا بكل سهولة خالص وكمان مش محتاجة ان انا اكحة الوش او ان انا شيله لان هو طبقة البرينتر دي او طبقة الورقة دي بتبقى شيلة معاكي الوش فمش محتاجة ان انت تعمليه الخطوة دي بعد كده هساوي السطح بتاعي وهحط عليه الكريم شانتي وسويه وبعد كده هنزل عليه بالجوانب الكريمة دي كلها مكفية معايا كل ده من كوباية كريم شانتي يعني ما شاء الله الكمية مناسبة جدا لطرطة مثلا 30 في 40 او اكتر لو انت ما حشتهاش كتير يعني هساوي بقى السطح بتاعي من فوق من الجوانب وبعد كده هسيبها في التلاجة تشد بس شوية كده ونشوف هنعمل التزين بتاعنا ايه لما يكون فيه كريمة او اي حاجة انت عايزة تسويها خدي وقتك خالص محدش بيستعجيلك ولا اي حاجة لغاية ما تطلعي الشكل المناسب بتاعك عشان تطلعي الشكل املس كده معيك كوباية مية بتبقى دافية وتحطي فيها الاسباتيلا وتقومي عاملة مسحة على الكريمة هتطلع معيك الشكل بالمنظر دول دي شكلها بعد ما داخلت التلاجة عشان احطي لها التزين بتاعها وما يقعش معي برا حطيتها في السنية اكبر من السنية اللي هي محطوطة عليها او البوردة اللي هي محطوطة عليها نبتدي بقى نعمل التزين بتاعنا التزين هيكون عبارة عن شوكولاتة نوتيل انا مسيحيها الشوكولاتة دي هتسيحيها ازاي هتغذي خمسمائة جرام من النوتيل على حمام مائي هتحطي عليه ربع كوباية مية الخمسمائة عليهم ربعة حطي سرسوب كده كل شوية وقلبي هيطلع معاكي الطبقة حلوة جدا انا بصراحة هنا محطيتش ربع كوباية زيت حطيتها ألف عشان كده الطبقة طلعت معايا سميكة بس هي الطبقة الصحة او المأدير الصح ان انتي بتحطي على نص كيلو نوتيلة خمسمائة جرام بتحطي عليها ربع كوباية زيت هتطلع معاكي روعة وجميلة جدا حبيت ان انا اقول لكم الخطوة دي عشان انا منسهيش برضو هحط بقى الكمية المناسبة على الطرطة وعلى الجوانب كده لو انت عايزة ان هي تنزل لتاحتها هتزودي وساوي بقى بالسباتيولا كده لحد ما تنزلي الكمية بتاعتك شوفي بقى التزيين بتاعك انت عايزة تعملي ايه انا هنا هحاول ان انا انزلها على الجوانب كلها بحيث ان ايضغطي الكيك كله حبيت ان انا اعمل الكيك مايبقاش كله شوكولاتة في شوكولاتة يعني من بره ومن جوه فحبيت ان الكيك يكون هو فتح فاناليا ومن بره التزيين هو اللي شوكولاتة كده انا سويت السطح بتاعي مش هتاخد معاك وقت وهتشد بسرعة جدا لان انا زي ما قلتلك انا محطت لاش الزيت كتير فده كان السبب ان هي تمسك بسرعة ما تبقاش سيحة معايا قوي بعد ما خلصت الكمية بتاعتي بساوي بقى الحاجات اللي وقعت مني كده وحطت لها الشوكولاتة الكريسبي كده من تحت حاجة زيينها برضو شلت الزيادات دي اهم حاجة عشان المنظر برضو وبعد كده قمت حطت عليها البندق عين الجمل عايزة تحط لها بندق مكسرات اي حاجة براحتك بس لو بندق هتكسري بالنص مش هيبقى البندقة يعني كاملة هتبقى انصاف كده واكيد اي مكسرات بتبقى محمصة وها ما بتبقاش نية انا خلصت كده المكسرات حسيت ان هي لو زودت اكتر من كده هتبقى يعني شكلها مش قد كده قلت بقى جيب سوس شوكولات يزبط لي الدنيا كده في النهاية عملت خطوط معوجة كده متعرجة الالوان كلها حلوة جدا في الشكل النهائي بصراحة على الطبيعة طلع جميل وطعمها جنان يعني عايزة اقول لكم ان الكيك هش جدا واكيد باين وانا بشتغل فيه كده انا خلصتها حطوها بقى في التلاجة وبقى الفهن كيكة بسيطة وسهلة كلها مكونات في البيت لو مش عايزة او مش قادرة ان انت تجيبي من بره الاسبونج احنا عمنا من البيت بدقيقة عادي هنزلكم اللينك زي ما انا قلت لكم تحت الفيديو فالمكونات كلها موجودة ده الشكل النهائي بتاعي كده لسه ما دخلتش التلاجة مش محتاجة ان هي تدخل لان انتو زي ما شايفين ان هي مسكة نفسها ممكن كمان ما تتعملش طورة ممكن تتعمل جاتوهات جاتو سوري كمان او جاتو عادي وتقدميه في ورق البليسي دوت فتحفة بصراحة طعمها جنين ما خدتش وقت معنا واتمنى ان انتو تجربوا لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكراب للقناة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمةكم